زهر وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة الأستاذ فياض أحمد رسول مدير المكتب اليوم مقر الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن وطلع الوفد خلال الزيران من المهندس معيل الماس رئيس مجلس إدارة الصندوق على قدرات وتجهزات الوحدة التنفيذية للمشروع بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي العاصمة وطاف الماس والوفد الزير في اقتام وحدة تنفيذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة لمرحلة الثانية بصندوق صيانة الطرق وثمن الماس الجهود التي قام بها ويقوم بها أيضا برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من خلال الطرقات وعدة مشاريع أخرى